معظم دول الخليج أو يكاد كلها أن الدين هو الدين الإسلامي دين الدولة الدولة الإسلام وكذلك الأساس التشريعي في هذه الدول هي الشريعة الإسلامية فبالتالي من منظور إسلامي قبل أن نتطرق إلى المنظور القانوني فإن الإسلام جرم هذه الأشياء المثلية أو الجنسية أو ما يدعى بها مثل ما ظهر مؤخرا القوانين في معظم دول الخليجات صارم وكان قوانين وضعية وقوانين حسب الشريعة الإسلامية هنا في سلطنة عمان المؤسسة الدينية المتمثلة في سماحة الشيخ مفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي له صولات وجولات في أصد بمسألة الإلحاد ومسألة الحركات النسوية وهذا ما نرى هو مؤخرا والظاهر على العيان ولا يخف لأحد أما في مسألة القوانين الوضعية التي وضعت فيها السلطنة هناك قوانين القانون الجزاء وكذلك قوانين المطبوعات والنشر وقانون الطفل وقانون جرام تقنية المعلومات وجهت كلها متفقة أن هذه الممارسات تتمثل انتهاكا للأخلاق والأداب العامة والقيم وقد تصل العقوبات مثلا في قانون المطبوعات والنشر فيما يتعلق بنشر مثل هذه الأشياء المخلل للأداب والقيم الدينية للسجن سنتين والغرامة ألفين ريالا أما فيما يتعلق بقانون الطفل قانون السلطنة وضعت قانون صارم ورادع فيما يتعلق المساس بقرائز الطفل الدنيا أو أن تنشئته تنشئة غير صحيحة ووصلت العقوبات إلى السجن خمس سنوات ولا تتجاوز إلى عشر سنوات والغرامة تصل إلى عشرة ألاف ريال عماني فيما يتعلق بالمساس بقرائز الطفل وكذلك تنشئة التنشئة غير الصحيحة أو تزين له السلوكيات الخاطئة التي تمس القيم والعادات والتقاليد الإسلامية اشتركوا في القناة